لم يمضي وقت طويل على إنشاء يوسف سيغاو مشروع مدرسة لتعليم السواقة حتى حلت أزمة كورونا وأوقفت كثيرا من طموحاته وبعد إغلاق مقاولته شهور الحجر الصحي وتراكم الفواتير ومستحقات عامل مشروعه اضطر لأخذ قرض بنكي لهذا يعتقد أن قرار الحكومة المغربية إنشاء صندوق خاص بدعم الاستثمار الاستراتيجي أمر هام ومطلوب نحن تضررين بزاف الأزمة الكورونا وجه هذه الشركات أخذوا كريديات كريديا أكسيجان ووزع مع هذا القرار أينفعشها من شركة من الإفلاس وأنا مع هذا القرار إذا ما إليك أنا قد يعاون المقاولات الصغرى والمتوسطة ينص مشروع الصندوق الذي سينطلق بغلاف مالي يناهز أربعة مليارات ونصف المليار دولار على إنعاش الاقتصاد عبر دعم وتمويل ومواكبة الأنشطة الإنتاجية المدرة للدخل عبر التدخل المباشر ودعم المشاريع الكبرى في البنى التحتية بالدعم غير المباشر لرؤوس أموال الشركات الكبرى سيتم العمل على بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية وذلك بهدف مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش الاقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة ومن معايير انتقاء المشاريع المنتظر استفادتها من دعم الصندوق مدى أثرها في تشغيل اليد العاملة مع التركيز على المقوالات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع شركات القطاعين العام والخاص هناك التدعية ترتبط بسوق الشغل ترتبط بارتفاع نسبة العطالة نسبة البطالة في شق تمت معالجة هذه الإشكال ضمن الصندوق ديالكوفيد-19 ولكن لا يمكن لهذا الصندوق أن يصمد كثيرا لأننا اليوم في حاجة إلى حلول المبتكرة أعتقد أن هذا الصندوق استثماري استراتيجي دون البعد استراتيجي ربما سيحول دون استفحال هذه الأزمة تعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح الإدارة والأنظمة الجبائية والمرافق العامة إجراءات ينتظر أن ترافق إنشاء الصندوق بهدف احتواء تبعات أزمة كورونا الاقتصادية والاجتماعية تقول أرقام رسمية إن الاقتصاد المغربي فقد حوالي نصف مليون منصب شغل بسبب الجائحة ليأتي مشروع صندوق الاستثماري الاستراتيجي كحل حكومي للنهوض بأوضاع شلت أزمة كورونا كثيرا من مفاصلها فاطمة بغنبور الحرة الرباط